مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو الجزء الثامن للرد على كتاب الدكتور منقز الذي بعنوان هل افتدانا المسيح على الصليب وموضوع الحلقة هو أصلبه هل صلب المسيح أم شخص آخر وهنكمل مع بعض نقضنا لكتاب الدكتور منقز لكن قبل ما نتكلم عن موضوع الحلقة نتكلم شوية عن الشيخ أحمد الطيب واقتباسه من بيرنرد شو أو جورج بيرنرد شو الكاتب الإيرلندي الإنجليزي المعروف الذي كتب عشرات الكتب والروايات والمسرحيات وروائي إنجليزي معروف على مستوى العالم كله الشيخ أحمد الطيب في الاحتفال بالمولد النبوي اقتباس يردد المسلمون في كل مكان اقتباس تجد في معظم الكتب التي فيها يحاول المسلم أن يظهر يعني امتنان وتفخيم الغرب وفلسفة الغرب لرسول الإسلام فماذا قال الدكتور الشيخ أحمد الطيب؟ وهل ما قاله واقتبسه كلام صحيح أم كلام مفبرك وكذب وليس اقتباسا صحيحا للكاتب الإنجليزي؟ دعنا نسمع الأول ماذا قال الدكتور أحمد الطيب ونرجع نعلق على كلامه وأكتفي من بين ما كتبه هؤلاء باقتطاف ما قاله برناردشو الكاتب والناقد الإنجليزي الذائع الصيت الذي تعرفه الدنيا بأسرها والمتوفى سنة 1950 يقول هذا المفكر العملاق عن رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم إن أوروبا الآن بدأت تدرك حكمة محمد وبدأت تعشق دينه وإن أوروبا سوف تبرئ الإسلام مما اتهمته به من أراجيف رجالها ومفكريها في العصور الوسطى وسيكون دين محمدٍ هو النظام الذي تؤسس عليه أوروبا دعائم السلام والسعادة وتستند على فلسفته في حل المعضلات وفك المشكلات وحل العقد ويقول إني أعتقد أن رجلاً كمحمد لو تسلَّم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم لتم له النجاح في حكمه ولقاد العالم إلى الخير وحلَّ مشاكله على وجهٍ يحقِّق للعالم السلام والسعادة المنشودة ثم يقول أجل ما أحوج العالم اليوم إلى رجلٍ كمحمد ليحلَّ قضاياه المعقدة بينما هو يتناول فنجاناً من القهوة ليسمع كلام ده يشعر أن الواقع الإسلامي أولاً واقع يحسد عليه وأن العالم الإسلامي هو موضوع غير الدول الأخرى الأوروبية والأسيوية وهو واقباس طبعاً مزيف غير حقيقي يتم تداوله ومكتوب في كتب كثيرة بالأخص من هؤلاء الذين يعني يريدون أن يظهروا الإسلام بصورة حسنة لكن هاجي إلى سؤال مهم هل حقاً ما قاله الشيخ الطيب صحيح؟ هل هذا الوصف وهذا الكلام هو حقاً كلام جورج بيرنرد شو؟ وهل هذا الكاتب الإنجليزي كتب هذا الكلام؟ يعني هل ممكن نجد هذا الكلام في إحدى الكتب بتاعته موجود بالنص نقدر نقتبسه ونطلعه ونقول الصفحة كام؟ ونقول دار النشر إيه؟ ونقول تاريخ النشر إمتى؟ هنا تأتي الطامة الكبرى هذا الاقتباس غير موجود في كل كتب بيرنرد شو بيرنرد شو له أكتر من ستين مسرحية هو كاتب روائي وناقد إنجليزي معروف وله كتب عديدة لكن هذا الاقتباس غير موجود في أي من الكتب التي كتبها بيده مش موجود والحاجة التانية من هنا نتحدى أي مسلم أن يأتي بمصدر هذا الكلام من كتب بيرنرد شو عايزين أي واحد من الإخوة المسلمين الدارسين للأدب الإنجليزي يدرس لنا كل كتب بيرنرد شو ويطلع لنا الاقتباس دوا من إحدى كتب بيرنرد شو وهذا ما قالته إحدى المتخصصات في أدب بيرنرد شو وهي حاصلة على البي اتش دي وأستاذة جامعية ولها أكثر من حداشر كتاب published 11 books and numerous articles ومقالات عديدة في مجلات علمية كثيرة بتقول أنا متخصصة في أدب بيرنرد شو وكتاباته ومعي درجة الدكتوراه بي اتش دي دكتور فلوسوفي ودي أعلى درجة علمية الإنسان ممكن يحصل عليها وانا ليه كتابين تقول هنا أنها نشرت كتابين عن كتابات بيرنرد شو وأنها أيضا تعتبر واحدة من لجنة التحرير في إحدى المجلات العلمية المتخصصة بتقول أنه هذا الكلام تم البحث عنه بدقة وفي الآخر طلع it's a hoax أهو بتقول هنا إنه هذا الكلام it's a hoax هذا الكلام غير حقيقي هذا الكلام مزيف هذا الكلام مزيف غير حقيقي ما يتدوله شيخ الأزهر والمسلمين عن بيرنرد شو كلام غير حقيقي كلام مزيف لكن أين المصدر؟ أوقات كتير نقول يعني ما فيش نار بدون دخان هل يوجد مصدر لهذا الكلام نقدر نتتبعه ونقدر نرجع للمصدر الأساسي لهذا الكلام؟ المصدر الوحيد لهذا الكلام هو مصدر إسلامي هي مجلة أصالة الإسلام The Junior of Islam والتي نشرت حوار صحفي قام به إمام صوفي مع الكاتب الإنجليزي وتم نشره في المجلة في سنغافورة يعني الكاتب مسلم والمجلة مجلة إسلامية الكاتب مسلم والمجلة مجلة إسلامية والنص الأصلي حتى في المجلة دي يختلف كثيراً عن ما قاله شيخ الأزهر النص الأصلي بالإنجليزي أهو وأنا أحاول ألخصه وترجمه بيقول دايماً وده كلام المجلة الإسلامية على لسان بيرناد شو كويس؟ بيقول دائماً عندي تقدير عالي لدين محمد وذلك لأنه حيوي ويعتبر الوحيد الذي يمكن أن يناسب كل العصور بمعنى الإمام اللي كان بيحاور أو بيعمل حوار صحفي مع بيرناد شو وهو مسلم بيقوله أنا جالي كتاب وهذا الكتاب فيه إحدى الفصول بتتكلم عن الزواج في أوروبا وبيقول أنه هنا سيكون زواج إسلامي كثير جداً في أوروبا خلال المئة السنة اللي جاية فما هو تعليقك؟ ممكن تتكرم وتقول لنا إيه تعليقك على هذا الكلام؟ فبيقوله الرجل يعني مؤدب بما فيه الكفاية بيقوله أنا عندي تقدير عالي لدين محمد وذلك لأنه حيوي ويعتبر الوحيد الذي يمكن أن يناسب العصور يجب أن يعلق العالم بلا شق قيمة يجب أن يعلق العالم بلا شق قيمة عالية على تنبؤات رجال عظماء مثلي بيقوله أنا يعني رجل عظيم ولما بقول أشياء ببقى عرفها كويس قوي فبيقوله قد تنبأت عن إيمان محمد بأنه سيكون مقبولاً لأوروبا غداً لأنه بدأ يصبح مقبولاً لأوروبا اليوم ماشي؟ لقد رسم رجال الكنيسة في العصور الوسطى سورة إما عن طريق الجهل أو التعصب سورة للإسلام بألوان داكنة لقد تدربوا في الواقع على قرهية الرجل محمد ودينه بالنسبة لهم كان محمد ضد المسيح بالنسبة لرجال الدين في أوروبا محمد يمثل ضد المسيح كان محمد ضد المسيح لقد درسته الرجل رائع وفي رأيي بعيداً عن كونه ضد المسيح يجب أن يدعى منقذ البشرية أعتقد أنه إذا تولى رجل مثله ديكتاتورية العالم الحديث فسوف ينجح في حل مشاكله بطريقة تجلب له السلام والسعادة التي تمس الحاجة إليها ده اللي موجود في المجلة ده اللي موجود في المجلة بقدرة آدر اللي موجود في المجلة دا اللي هو على لسان بيرناد شو اللي كاتبه كاتب مسلم ومنشور في مجلة إسلامية أصبح كما رأيتم بالصيغة أخرى على لسان شيخ الأزهر وأن محمد رسول الإسلام يستطيع أن يحل مشاكل العالم وهو يحتسي الكوب من القهوة هو أساساً ما يعرفش القهوة لكنه يقدر يحل مشاكل العالم طب ما كان حل مشاكل العالم الإسلامي وكاننا بتكلم عن العالم الإسلامي يعني هذا الاقتباس بجانب أنه اقتباس مزيف كويس ولا يوجد في كل كتب بيرناد شو إلا أنه أيضاً بحسب الواقع والتاريخ غير حقيقي لا يمت بصلة للتاريخ الإسلامي ولا يمت بصلة للواقع الإسلامي اللي عيشه وكاننا بتكلم عن الدول الإسلامية كأنها يعني العالم الياباني مثلاً كوكب اليابان إلا قاله بيرناد شو حقاً عن الإسلام ونجده في الكتب ما أنت لو هتيجي تحسبني تجي تحسبني على أنا كتب بإيدي لو عايز تعرف فكري تعرف فكري اللي مكتوب فيه كتاب ما فيش حد ياخد حوار مثلاً وياخد كلام على لساني ويحطه بطريقة ما لكن عايزت تعرف فكري عن أي شيء طلع الكتب بتاعتي وإقرأ فيها وإنت تعرف أنا بفكر إزاي وعن هذه الأمور ما الذي قاله حقاً بيرناد شو عن الإسلام أول حاجة قالها عن الإسلام أن الإسلام مختلف جداً فهو غير متسامع بشكل شرس أول حاجة قالها بيرناد شو عن الإسلام ودي فيه مجموعة لكتاباته الجوابات بتاعته نشرها لورانس دان واتنشرت في لندن وسنة 1988 وصفحة 305 و306 إن الإسلام مختلف فهو غير متسامع بشكل شرس الاقتباس الثاني من بيرناد شو في نفس المرجع وفي صفحة 322 إلى صفحة 333 بيقول إيه إما أن تؤمن بالله ده هذا هو الشريعة الإسلامية إما أن تؤمن بالله وما نادى به رسول الإسلام إما أن تؤمن بالله أو يتم قطع عنقك عن طرف من طرف من يؤمن به يعني إما أنك تؤمن بالله إما يتم قطع راسك من طرف بيؤمن به فيذهب هو للجنة لأنه أرسلك للجحيم وكأنه بيترية يعني بيقول إنه هذا ما أتى به الإسلام إما أن أنت تؤمن لأنه هو بيقول فهو غير متسامع بشكل شرس ولأنه غير متسامع بشكل شرس فقد بني على إما أنك تؤمن بما أؤمن به إما أن أقطع رأبتك وأنا أروح لأن أطعت رأبتك إلى الجنة وأنت تذهب إلى النار إلى الجحيم هذا ما قاله هذا موجود في رسائله بخط يده قال إيه تاني؟ قال إن فكرة جهنم في الإسلام هي من اختراع محمد يعني طعن في الوحي الإسلامي جهنم هي من اختراع محمد جهنم مخيفة جداً فيها أمراض قبيحة وليس فيها حور عين لكنها كانت المكان الذي يمكن العرف فهمه والإيمان به اللي يزرع الخوف خوف الله فيهم أنها هي من اختراع محمد أنها هي من اختراع محمد طب ما تقتبس دواً يا شيخ الأزهر قول اللي قاله برنات شو أن الإسلام شارس جداً ليس فيه تسامح إما أنك تؤمن بالله أو يتم أطع عنقك من الذي يؤمن بالله فيذهب هو إلى الجنة وتذهب أنت إلى جهنم يعني التدليس والكذب والاقتباسات الغير حقيقية وكأنها حقيقية أعتقد كلها دياً بغرض واحد بتظهر أولاً عقدة النقص وأنه محاولة لتجميل الإسلام لكن أي باحث وأي قارئ وأي واحد بيدور على الحقيقة لو دور على الكلام دواً هيصدم وأنا نفسي حد يطلع كده زي الدكتور منقص مثلاً الإسبوع اللي جاي ويقول لنا موجود في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية هذا الكتاب الذي كتبه برنردشو مكتوب هذا الاقتباس بهذا الشكل طيب جاك في هذا ونعود إلى موضوع الحلقة نعود إلى موضوع الحلقة وهو تكملة للرد على كتاب الدكتور منقص هل افتدانا المسيح وشفنا أنه في الحلقات السابقة أنه كل ما بنى عليه الدكتور منقص من نقد لحقيقة صلب المسيح إنما هو أساساً مبني على رمل وليس على أرض صلبة وإنه سوري وإنه اتهماته كلها اتهماته كلها بإن المسيح لم يموت وإن المسيح لم يقم من بين الأموات وإنه هذه هي الحقيقة الإسلامية الواضحة كل دوان ملهوش أي أساس وزي ما قلت لحضراتكم إيه اللي عمله الدكتور منقص الدكتور منقص لم يأتي ببرهان واحد إسلامي لم يأتي ببرهان واحد إسلامي يعني مرجعش لأي مراجع أو أي نصوص قرآنية تقدم براهين يعني ما قليش أصلوا مين اللي كان موجود عند الصليب ومين ما كانش موجود ما قليش إنه المسيح صلب أو لم يصلب كان في زمن مين ما قليش في أنهي مدينة ما قليش مين شهود العيان ما قليش إيه الأحداث المرتبطة بالصلب ما قليش إيه الأحداث اللي كانت مرتبطة بمحاكمة المسيح ما قليش أي حاجة طيب هناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم اشتركوا في القناة نرجع إلى موضوع الأساسي وهو موضوع صلب المسيح وبقول أن الدكتور منقذ لم يجد برهانا واحدا يقدم له القرآن نهائي فالقرآن لم يقدم أي برهان تاريخي على أن المسيح لم يصل كل ما يوجد في القرآن هو عبارة يتيمة مجردة من أي برهان وزي ما قال هو أن الأنجيل الأربعة تحدثت في فصول وفي أصحاحات مطولة عن تفاصيل كثيرة مرتبطة بمحكمة المسيح وبالأبد عليه وبصلبه وموته وقيامته لكن في القرآن لا يوجد برهان واحد طيب يعمل إيه الدكتور منقذ وغيره يروح ينتقد الروايات الإنجلية يعني هو ما عندهش برهان ما عندهش دليل يقدمه فيعمل إيه؟ ياخد الأنجيل ويحاول أنه يقول لك أصله ما تختلف عن مرؤس في التفصيلة دي هناك اختلاف ما بين مرؤس ويحنى في النقطة دي وبالتالي يبقى المسيح لم يصلب وده زي ما قلت الغريق اللي بيحاول يتعلق بالشاي عمل إيه بقى الدكتور منقذ تحت عنوان النقد الضمني للرواية الإنجلية هو بقى هيعمل إيه؟ هينقد الرواية الإنجلية هينقد مضمنها علشان إيه؟ علشان يثبت ما لم يقدم له دليل في قرآنه النقد الضمني للرواية الإنجلية شوفوا نقرأ كده وهنقرأ مع بعض ونستمتع مع بعض ونرد مع بعض وعند التأمل في الروايات الإنجلية في جزيئات كثيرة اجتمع عليها الإنجليون كويس؟ أو بعضهم نجد أن في الروايات خللا وحلقات مفقودة لا يمكن تجاوزها يجد في الرواية الإنجلية وفي تفاصيلها خللا يعني أنت أعمى ما عندكش أي دليل وجايت تعملي مبصر في الأنجيل يعني أنت أساساً الرواية الإسلامية مش رواية النص الإسلامي أساساً لا يمد لصلة بقصة كتابية تاريخية وجايت تفرض عضلاتك على الرواية الإنجلية اللي مليانة تفاصيل وأحداث وأشخاص وبالوقت وبالمكان وبالزمان وبكل التفاصيل اللي ممكن تؤكد لأي شخص أن الحدث قد تم يعني أنت سايب سايب اللي مفيش وجاية علشان مجرد أن أنت يعني تلغي حدث الصلب اللي أنت مش عارف أساساً تقدم ليه براهيم من عندك فيقول لك يقول لك وحلقات مفقودة إيه الحلقات المفقودة يعني أومال إمتى اللي عندك إيه ده أنت عندك أساساً مفيش حلقات ده مش حلقات مفقودة ده اللي موجود في القرآن أساساً مفيش حلقات في القرآن مفيش حلقات مفيش أي تسلسل تاريخي مفيش أي تتبع للأحداث مفيش أي ذكر الأشخاص ولا الأماكن وجايت تقول لي حلقات مفقودة يعني ده يعني لا أنا بصراحة ما شفتش بقى يعني قبل كده حاجة زيكة خالص وبعدين يقول لك يا علاوة على ما في الروايات من تهافت في المعنى وفي كثير من هذه الملاحظات لا يمكن لنصارى الخروج منها يا سلام بقلنا ألفين سنة والإيمان المسيح قائم وحقيقة صلب المسيح وموته هي أساس الإيمان المسيح وأول رسالة نادى بيها تلاميذ المسيح أن يسوع المسيح قد مات وقام وانت تجي تقول لي النهاردة أصل المسيحين ما يقدروش يخرجوا منها طيب ماشي إلا بالتسليم أرى الكل عبارة دي تاني لأنها تتقري على بعض وفي كثير من هذه الملاحظات لا يمكن للنصارى الخروج منها إلا بالتسليم بأن المسلوب ليس المسيح يا سلام يا يعني أنا معرفش بصراحة لوحد يرد يقول لي إيه يعني لا هو كلام علمي ولا كلام نقدي حتى يستاهل واحد يرد عليه واحد ما بيقدم ليش أي برهان وجاي للمئات البراهين اللي موجودة في الأناجيل والتفاصيل ويقول لك أصل التفاصيل دي فيها حلقات مفقودة ويعني بسبب هذه الحلقات المفقودة ما نقدرش نخرج إلا بملخص وهو أن الذي صلب ليس المسيح طيب يعني نكمل مع الدكتور منقص أو بالتسليم يعني إما المسيح لم يصلب أو بالتسليم بأن الروايات بشرية الوضع غير محبوكة الصنعة غير محبوكة الصنعة الروايات غير محبوكة الصنعة أم قالت قولي على النص الإسلامي ده أساساً مفوض صنعة ده أساساً مش موجود يعني أنت جاي لأربعين في المية من الأناجيل اللي بتتكلم عن الأسبوع الأخير وتقولي أصله الرواية غير محبوكة وفيها شوية تفاصيل المفروض كانت تبقى موجودة وعلى أساسها أنت سيادتك بتقيم أنه يبقى على أساسها المسيح لم يصلب أو الذي صلب ليس هو المسيح طيب نيجي لبعض هذه الأمور التي في فكر وعقل الدكتور مونكس أول هذه الأمور شوفوا بقى المفاجأة تتحدث الأناجيل عن دور يهوزة في خيانة المسيح بعد أن رافق المسيح وهو من خاصته فكيف حصل هذا التغيير المفاجئ العبارة دي تثبت لي أن أنت حضرتك ما ريتش الأناجيل لأنه لم يحدث تغيير مفاجئ في حياة يهوزة بل الأناجيل بتتكلم بكل وضوح عن انحراف يهوزة وأن يهوزة لم يكن قلبه مع المسيح وأن يهوزة كان صارق ولص وأن يهوزة لم يكن واحد من هؤلاء الذين ينبغي أن يؤتمن على مسؤوليه عددك لم تقرأ لناجيل هو التغيير لم يحصل مفاجئ ما فيش حد بيحصل له تغيير مفاجئ 180 درجة بهذا الشكل لكن it's a process دي مراحل والكتاب المؤدس تتكلم بكل وضوح عن هذه المراحل مراحل انحضار يهوزة يهوزة هو واحد من تلاميذ الرب يسوع ذكر اسم يهوزة في العهد الجديد حوالي 22 مرة يهوزة من قرية قريوت وكان أمينا للسندوق في ذلك الوقت لأنه كان بعض الأشخاص بيعددوا الخدمة فكان هو أمينا للسندوق ارتبط اسمه في الأناجيل بيهوزة الذي أسلمه وذلك لأنه تآمر مع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على تسليم المسيح لهم مقابل 30 من الفضة يهوزة امتلك الشيطان قلبه يهوزة كان منحرفا وبقاء يهوزة مع التلاميذ ما هو إلا فرصة أعطاها له المسيح لكي ما يغير قلبه لكنه رفض أن يغير قلبه ده يهوزة اللي انت بتتكلم عنه اللي بتقول عنه أنه هو حصل له تغيير مفاجئ لكن لماذا خان يهوزة الرب يسوع نعلم من الكتاب المؤدس أن يهوزة كان طماع ومحبا للمال وإذا دورت عن أصل كل الشرور كما يقول الكتاب هو محبة المال في يحنى 12 نقرأ حينئذن ذهب واحد من الاثن عشر الذي يدعي يهوزة الإسخريوتي إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمكم وأسلموا لكم فجعلوا له 30 من الفضة يعني بيدور على المكسب المالي ماذا تعطوني أستفاد منكم إيه لما أنا أسلمه يهوزة سلم المسيح لأنه امتلك الشيطان قلبه وعلى فكرة الشيطان أسكى لأنه لا يأتي مرة واحدة لكنه يبدأ يمتلك زي مصمار جوحة كده يكون عندك حاجة مصمار جوحة حد لما جوحة ييجي ويمتلك البيت تاني حياة يهوزة كانت هكذا كان بيسرق من صندوق كان محب للمال وأكتمل هذا بأنه كان خائنا لسيده والتاريخ البشري يا دكتور منقز مليان بأشخاص مثل يهوزة فلم يكن يهوزة هو الأول والأخير الذي خان سيده لكن هذه هي طبيعة القلب الخاطئ طبيعة الإنسان الذي يمتلك الشيطان فيخون يخون الأمانة ويخون الصداقة ويخون التبعية ويخون سيده فإيه الغريف كده إيه الغريف وبعدين قال لك إيه بقى الدكتور منقز عبارة جميلة جدا يقول لك يعني مش جميلة أو بس يعني أقول جميلة يقول دكتور منقز كيف لم يستطع يهوزة أن يخرج الشيطان من نفسه وهو أحد الذين قال لهم المسيح اشفوا مرضى طهروا برسا أقيموا موتى أخرجوا شياطين إزاي يهوزة لم يستطع أن يخرج الشيطان من من نفسه لأن يهوزة هو اللي فتح قلبه للشيطان لأن يهوزة يريد هذا يا دكتور منقز يريد أن يسلم سيده يريد أن يكون سارقا من السندوق يريد أن يكون محبا للمال آه رب يسوع أعطاله سلطان مع الاثنى عشر لكن الروح القدس لا يعني يستخدم إنسانا في انحرافه وهو قد انحرف وابتعد وخان وصار محبا للمال وصار سارقا لمال الخدمة فصار واحد من أعوان إبليس إيه الغريفة كده أنا مش شايف مش شايف بصراحة أي منطق يعني حضرتك حضرتك مجرد أني أنت بتملى فراغات بس في الكتاب لكن ما عندكش منطق ما عندكش أي منطق ليه القرآن ما ذكرش عن يهوزة يا دكتور منكز ليه ما قالشي إنه مثلا يهوزة الذي أسلم المسيح والله نقل شكل يهوزة شكل المسيح وحطه على يهوزة لكي ما ينقذ المسيح لأنه ما عندهش تفاصيل دي ما يعرفهش ما يعرفش أساسا مين يهوزة ما يعرفش أساسا مين يهوزة غريبة بقى كمان يعني إحنا كلمنا عن عن موت يهوزة في حلقة قبل كده وعلى الرغم يقول الدكتور منكزي وعلى الرغم من أهمية شخصية يهوزة فإن أحدا من أصحاب الأناجيل سوى متى لم يذكر شيئا عن موته وماذا عن كلام بطرس يا دكتور منكز في أعمال الرسل أليس هذا هو كلام بطرس أيضا؟ ولا لأنه مكتوب في أعمال الرسل يبقى مش بطرس بعدين التركيز ليس على يهوزة التركيز هو على المسيح المخلص بعدين يقول لك إيه وقد اختار له متى ميتة سريعة سبقت حتى الموت المسيح وكأنه بذلك أراد أن يتخلص من الشخصية الغريبة والتي اختفت منذ تلك الفترة ماشي وتناقض الروايتين اللي هي أعمال ومتى وسكوت بقية الأناجيل يرجع لاختفاء أهوزة عن مصرح الحداس في تلك الليلة التي قبض عليها عليها فيها بدل المسيح يعني يقول لك اختلاف متى مع أنه متى مش مختلف وأثبتنا كده اختلاف متى مع أعمال بأن متى بيقول أنه شنق نفسه أعمال بيقول أنه انشقت أمعاؤه وخرجت أمعاؤه وشك بطنه وخرجت أمعاؤه وشفنا أنه دي رواية واحدة وليس روايتين وشفنا أنه هو فعلا شنق نفسه لكنه أيضا وقع وقع لما وقع وبطنه منتفخة خرجت أمعاؤه من الخارج مش روايتين يا دكتور مونكس رواية واحدة مكملين لبعض فيقول لك اختلاف الروايتين وعدم ذكر بقية الأنجيل عن يهوزة إنما هو برهان على أن يهوزة وقع عليه شبه المسيح فمات بداله جبتها منين دي انت بتألف هتعمل إيه ما أنت يعني إذا كان إذا كان أساساً الرواية اللي عندك مؤلفة غير حقيقة فأنت طبيعي لازم تألف بيألف هو مجرد مجرد بيحاول بيشتى الطرق إن يثبت أن المسيح لم يصلب أما عرفش أشبهها بإيه بصراحة لكن لكن هي غريبة ما عندوش دليل ولا أي برهان ولا تفاصيل ولا أي شيء وجاي للكتاب اللي مليان تفاصيل تاريخية ويحللوا يعني أنت كان بالأولى تحلل القرآن كان بالأولى تقف عند النص ده وتقول لي وتسأل نفسك إيه هو الدليل والبرهان لما يقول القرآن أنه لم يصلب لازم تسأل نفسك كعاقل مفكر أين الدليل أين الدليل ليه القرآن ورسول الإسلام لم يقدم دليلا واحدا على عدم صلب المسيح كان لازم تسأل نفسك يا دكتور منقز هذه الأسئلة قبل ما تيجي عندي أنا وتسأل الأنجيل اللي مليانة كلها بالبرهين والأدلة وزي ما قلت لحضرتك في الحلقة اللي فاتت أن هناك خمس حقائق أساسية يتفق عليها الأنجيل مرتبطة ب صلب وموت المسيح أول حقيقة هي حقيقة محاكمته الأبضع سوري أول حقيقة هي حقيقة الأبضع لي أنت لم تذكر هذا في القرآن أنت لا تعرف شيئا عن القبض على المسيح لا يذكر لي المكان ولا الزمان ولا الأشخاص ولا أي حاجة الحقيقة اللي بيأكدها الأربع أن المسيح تم القبض عليه في بستان جثيماني الحقيقة التانية دكتور منقز اللي بيتطفق عليها الأربع أنجيل هي حقيقة محاكمته من رجال الدين في منزل في منزل القيافة أو في مجمع سنهدريم هذه الحقيقة وضح وضوح الشمس في الأناجيل الأربعة أنهم اقتادوا يسوع من بستان جثيماني إلى أن يقف أمام رئيس الكهنة ورؤساء الشعب الدينيين لكي ما يحاكم منهم هذه الحقيقة الأناجيل الأربعة متفق عليها لماذا لم يذكرها الكرآن لأنه لا يفقه شيئا عنها ما عرفهاش يبقى الحقيقة الأولى حقيقة الأبضع ليه الحقيقة التانية حقيقة محاكمته أمام رجال الدين الحقيقة التالتة يا دكتور منقز هي حقيقة محاكمته أمام الرومان من بيلاتوس البونتي في دار الولاية الأربع أنجيل بتتفق على أن يسوع وقف أمام بيلاتوس وأن هناك حوار دار بين المسيح وبين بيلاتوس وأن بيلاتوس كان يريد أن يطلق المسيح لأنه رأى أنه بريء من التهم الموجه له لماذا لم يذكر الإسلام والقرآن ورسول الإسلام اسم بيلاتوس الحاكم الروماني لماذا لم يذكر أنه هو الذي استجاب أيضا لصراخ الشعب أصلبه أصلبه لماذا لم يسلمه للصلب لماذا لم يذكر أنه سلمه للصلب دي الحقيقة ثلاثة يا دكتور مونكس حقيقة الأبد عليه حقيقة محاكمته أمام مجمع السنهيدريم من قادة اليهود الدنيين حقيقة محاكمته من القادة أو الجيش الروماني والقائد الروماني اللي هو بيلاتوس الحقيقة تال الرابعة يا دكتور منكس حقيقة موته الأربع أنجيل بتتكلم بكل وضوح أن يسوع الذي علق على الصليب نكس رأسه وأسلم الروح لا يوجد إنجيل واحد مختلف على هذه الحقيقة الأنجيل الأربعة حقيقة موت صلب وموت الحقيقة الخامسة يا دكتور منكس اللي متفق عليها الأنجيل مرتبطة بصلب المسيح وموت حقيقة الخامسة هي حقيقة دفن إزاي نزل من على الصليب ومتى وكيف ومن الذي فتح قبره له وأين وضع كل هذه الأدلة وحضرتك لم تقدم دليلا واحدة طيب نأخذ مكلمة ألو سلام المسيح معك أهلين بيك ربي بارك حياتك أخوي الحبيب شكرا أهلا بيك أخي آخي الحبيب عن موضوع الصلب يتكلم يعني عم تتكلموا عن موضوع الصلب في القرآن صحيح صح معاك الأخ هاجوغ من روسيا أهلا بيك أخ هاجوغ أهلا وسهلا بيك ربي باركك أخوي ربي باركك حبيبي وانت كمان يا رب يعني بالحقيقة للأسف الشديد موضوع حول القرآن هل صلب المسيح أم شبه لهم يعني حتى كاتب القرآن عاجز عن تفسير موضوع ما يسمى بكاتب يعني بصلب المسيح بصلب عيسى المسيح حسب القرآن وليس يسوع المسيح يعني في آية في سورة النساء 157 وقولهم بيقول لك إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه له وأن الذين اختلفوا فيه لفلي شك منه ما من له به من علم إلا أتباع الظن ما قتلوه يقينا بل رفعوه الله إليه وكان عزيزا حكي يعني أنا لما درست القرآن أنا مش من خلفي إسلامي لكن أنا مسيحي لما درست القرآن ودرست التفسير تمام درست التفسير لقيت في تخبطات لقيت فعلا للأسف الشديد في تخبطات في التفسير أخوي الحبيب ولما لقيت التخبطات هذه يعني أخطاء عدة فالآية اللي أنا ذكرتها في سورة النساء 157 لم يعني لم يتم التأكيد عليها مرة أخرى برغم من أهمية الحد في صور كثير في القرآن وردت أيات كثيرة تكرر ولا أهمية لتاريخ صلب المسيح يا منقض السراء ارجع وافتح استصال معنا يا أخي يعني إحنا عم نتكلم معاك اتفضل واجهنا يا أخي اطلع واجه يعني وأيضا في القرآن في سورة مريم 33 أنا مش راح أخذ بنوقة حلقة ولكن لا رأس فضل الرب باركك الرب باركك فعن موضوع يعني عن هذه الآية تنكر صلبه يعني موت الرب يسوع المسيح لأنه في هاي آية الآية بتقول والسلام علي يوم أولدت يوم أموت يوم أبعث حيا وذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذين فيه يتأمرون نعم يعني في هذه الآية كمان الآية في سورة العمران 55 إذ قال الله يا عيسى إني متوفي ورافعك إليها ومطهرك من الذين كفروا التناقض موجود بين آيات القرآن في سورة مريم 33 وأيام سورة العمران 55 يا أخي فهمونا ارفع الفور لا تستحوش يعني ما تستحو هذا قرآنكم نحن عمل رب من قرآنكم تفضل في آية في القرآن بتقول قل هاتوا قرهانكم كنتم صادقين تفضل إشرحنا فرجينا يعني للأسف هو المشكلة أخي هاجج يعني أشكرك أولا على مدخلتك وعلى مشاركتك معنا المشكلة أنه هوم عندهوش أي براهين يعني حتى موضوع الشبيه ده ده موضوع أساسا هوم مختلفين عليه ورسول الإسلام ما قدمش أي برهان لا قدم لي زمان ولا مكان ولا أشخاص ولا أي حاجة ما تكلمش عن الحاجات دي خالص وكأنها غير موجودة كأنه المسيح كان عايش في حتة كده منعزلة لوحده واتسلب وبعدين ربنا أنقذه وخلص طب هو مش أي حدث بيحصل في إطاره التاريخي وده حدث تاريخي يعني ده حدث تاريخي طب قل لي مين اللي حكم عليه قل لي مين رؤساء اليهود قل لي مين هو الحاكم الروماني قل لي أي براهين إنما ده بالزبط يعني زي ما قل لي يعني يلغي الحدث وما يقدم لكش دليل وعليك أنت بالزبط عليك أنت أنك تقبل اللي هو بيقوله يعني يعني أي منطق ده يعني المشكلة للأسف الشديد أخوي الحبيب المشكلة الآية اللي هي اللي أنا ذكرتها في سورة النساء 157 رغم أنه أهمية نكران الصلب وتقول أن الله ألقى شبه المسيح طب مين الشبيه يا أخي الدليل ألولو على شخص مجلوق مجهول مرة بيقول لك بتفسير الجلالين مرة بيقول لك بيقول لك ما يسمى بالحارس اللي كان حارس عيسى مرة بيقول لك إنه لما دخلوا عليهم ما يسمى الألق والخبض عليه تحولوا كلاياتهم على شكل عيسى تمام ومرة بيقول لك الشبيه وأحد من الحواريين ما منكم يضمن لي الجنة يعني جدد تخبطات أخي أخي بجد بجد تخبطات الله يعيني الأخ المسلم بجد الله يعيني الأخ المسلم سداني الأخ المسلم يعني اللي بيسمع مثلا للدكتور منقذ ما هو سايب دماغ وللدكتور منقذ هو مش بيبحث ولا بيفاتش لأنه أي واحد زي مثلا الاقتباس بتاع بيرنارد شو اللي من شوية يكلمت عنه المسلمين الله إيه الجمال ده حل وده الرجل ده يعني فهم القضية كلها بس هو حقيقة ده تدليس ده كزم ما فيش حاجة زي كده فما فيش حد بيدور ما فيش حد بيفتش ما فيش حد بيقرأ وشيوخ الإسلام معتقدين إنه كل ما يقولونه الناس وراهم بس العالم النهاردة أي واحدة يفتش على الإنترنت هيعرف بالزبط شباب يعني ما بقناش في عالم مغلق زي زمان صحيح صحيح صداني حتى كمان خناة يعني خناة عربية إخبارية معروفة وما اعتدرت عن الخبر اللي قاله أنه يعني برناتش هو قال اعترف بمحمد رسول الإسلام يا دي المصيبة يا دي النبي يعني دي المصيبة وشكرا يا أخ هاجي ربي بارك ونسعد دايما بمداخلتك معنا همين همين ربي بارك حياتك شكرا لك حبيبي أهلا لك شكرا زي ما كلمت عن يهوزة الخائن لا يوجد أبدا تناقض في قصة يهوزة ولا يوجد أبدا اختلاف في قصة يهوزة طيب نيجي لنقطة تانية النقطة التانية بتكلم عنها الدكتور منقز كميز وهو بيتكلم عن الجند بيقول بيقول إنه إزاي 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 يهوزة يقول إنه أنا هعرفكم المسيح بالقبلة طيب ما يسوع كان معروف ويسوع كانت الناس عرفاه ويبقى هنا في تناقض يبقى هنا في اختلاف وعلى أساس هذا الاختلاف يبقى الذي صلب ليس هو المسيح واخد الآية اللي من يحنى إنجيل يحنى 18 وعدد 1 إلى 3 قال يسوع هذا وخرج مع تلميذه إلى عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله هو وتلميذه وكان يهوزة مسلم يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلميذه فعمل يهوزة أخذ يهوزة الجند وخد داما من عند رؤساء الكهنة والفرسين وجاء إلى هناك بمشاعل وبمصابيح وسلاح وقال لهم إلا أنا هقبله هو دوني المسيح المسيح كان معروف هو المسيح ما كانش معروف عند الناس هو المسيح احتاج إلى قبلة يهوزة لكي ما يعرفه أنه هو المسيح فيتم الأبضى عليه لو قريت الآية دي يا دكتور مونكس وفهمتها هتعرف ليه هو قبله مش لأن المسيح مش معروف أحطلك بالانجليزي يمكن أوضح لك كفايز لم يقول هنا أنه سوء جوداس سوء اكمبني اوف سوليجرز هاد مجموعة من الجنود أنهي جنود خد جنود رومان معاه خد جنود وخد أيضا أنسام تيمبل بوليس وبعض من الشرطة اللي هما بيحرسوا الهيكل يعني ما خدش اليهود معاه اللي عمل معاهم المعجوزات المسيح وما خدش اليهود اللي كانوا بيسمعوا تعليموا لا لا ده خد عساكر وجنود ورجال شرطة ودول عايزين يتأكدوا أنه اللي هيقبضوا عليه هو الشخص المطلوب هيجيبوا الشخص الصح لرؤساء الكهنة مش هيجيبوا الشخص الغلط حضرتك متخبط حضرتك يا دكتور منكز مش بتقرأ النص ولا بتحاول تفهمه انت عايز بحسب فكرك تثبت أن المسيح لم يصلب فبتعمل ايه آه أصله الآية دي أنا مش فهمها صح يبقى فيه تناقض يبقى المسيح لم يصلب يبقى الذي صلب ليس هو المسيح يعني لو بزلت مجهود شوية كنت عرفت أنه بتكلم عن جنود بتكلم عن عساكر بتكلم عن رجال بوليس هو مش واخد ناس عاديين عشان يقبوضوا على المسيح أمر آخر دكتور منقز ويعني بصراحة أمتعن أمتعن بي أمتعن بي يقول يقول الدكتور منقز الآية دي فيها تناقض ثم جاء إلى تلميذي وقال لهم ناموا الآن واستريحوا هو دا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة كوم وننطلق هو دا الذي يسلمني قد اقترب تقول إيه دا والآية دي فيها فعلين فيها فعلين أمر ناموا الآن واستريحوا وبعدين كوم وننطلق والفعلين دول ضد بعض اللي هينام مش هيقوم ينطلق هو على طول دكتور منقز وصل إلى إلى ملخص أنه المسيح لم يصل المسيح لم يصل على أساس إيه على أساس أنه كلام المسيح لما يقول لهم ناموا الآن واستريحوا ما ينفعش يكون هو نفسه كلام المسيح في نفس الموقف أنه قوم وننطلق هو ذا الذي يسلمني قد اقترب وأنا عشان أهدي أعصاب الدكتور منقز جبت هالف أكتر من ترجمة بايس والترجمات كلها حطاها بصيغة سؤال يا دكتور منقز ولايس بصيغة أمر سؤال بيقوله Are you still sleeping and taking your rest Are you still sleeping and taking your rest هل ما زلتم نيمين ومسترحين دي ترجمة New Revised Standard Version ترجمة أخرى ترجمة سهلة NIV كل الناس بترجع لها قالت إيه Are you still sleeping and resting هل ما زلتم نيام ومسترحين نفس الفكرة ترجمة ثالثة يا دكتور منقز لايه New English Translation قالت إيه قالت Are you still sleeping and resting the same يعني دكتور منقز ما فيش تناقض ما فيش تناقض مسيح هنا بيسأل تلميزه هل ما زلتم نيام ومسترحين هلهم ما ننطلق لأنه هو كان كل مر يروح يصلي ويرجع يلاقيهم نيام يقولون هل ما زلتم نيام ومسترحين هلهم ما ننطلق عشان كده دكتور منقز دخل في موضوع آخر بصوا زي ما بقول لحضراتكم باستمرار غرقان بيتعلق بأشع نفسه يتعلق بأشع الموضوع الآخر اللي خرج منه بقى من الموضوع ده إزاي التلميز يناموا أليس الإنسان اللي تحت ضغط نفسي بيبقى يقز أعتقد يا دكتور منقز معلوماتك النفسية الطبية محتاجة تتصحح أو تتجدد أو تتجدد to revise your information طب النفس النهاردة بيقولنا أنه كتير من الناس تحت الضغوط النفسية they fall asleep زي ما زي ما البعض بيهرب من الضغوط النفسية بالأكل مثلا في الناس كتيرة تحت الضغط النفسي تبقى شريحة في الأكل بتطلع كله غلبها في الأكل وبعدين بعدما ينتهي الموقف تلاقي نفسها زادت مثلاً أربعة خمسة كيلو وفي ناس يا دكتور مونكس آخرين بيجدوا أنه تحت الضغط النفسي بيجدوا راحتهم في أنهم يناموا كنعمل هروب من الضغط النفسي وده عدد كبير من الناس وده لي أبحاث علمية حتى أحدث الأبحاث صدر عن جامعة بنسلفينيا قسم السيكولوجي أنه ناس كثيرين بسبب الضغوط النفسية ينامون من الضغط النفسي يا دكتور مونكس الحقيقة واضحة مهما حاولت أنك تلوي النصوص الكتابية فالحقيقة اللي بيأكدها الأنجيل أن المسيح قد تم القبض عليه أن المسيح قد حكم من اليهود أن المسيح قد حكم من الرومان أن المسيح قد مات وأن المسيح قد دفن والحقيقة الأخيرة أنه قام من بين الأموات إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم